أنا أسف أنا حاطع أنا حاطع الآن الآن خبر عاجل جدا خبر محزن جدا للأسف الشديد قوات الاحتلال استهدفت كنيسة الروم الأرثوكس في غزة وكان يحتمي بها المئات والآلاف من الناس فيتم استهداف هذه الكنيسة هتابع مع حضراتكم هذا الخبر وده اللي أعلنته وزارة الداخلية الفلسطينية أنا هتابع مع حضراتكم خلال الساعة القادمة أو أكتر وحنفضل بقى صارانين نشوف هم ليه بيضربوا الناس بالليل ويضربوهم في الأماكن وهم بيحتموا فيها هم أنا بقول لكم إسرائيل تتحرك الآن انتقاما وبتشرب من دم الشعب الفلسطيني والوطن العربي بيأكمله هم عايزين يحرقوا الأرض خلاص الأرض المحروقة سياسة الأرض المحروقة سنتابع يا رب يا رب يجبها على خير ويا رب ما يكونش فيه إصابات كبيرة ويا رب ما يكونش فيه ضحايا راحوا طب بيأستنجله بكنيسة ربنا أنت بتضروف قلب الكنيسة المستشفى اللي هي برضو تبع كنيسة والمستشفى اللي كانت تبع كنيسة أيوة ألف أكتر من ألف خلي بايدن يفرح خلي بايدن ينبسط بالطيارات والأسلحة اللي هو باعتها اللي عملت ضمر الناس وتقتل في الناس هيا فين حقوق الإنسان بالمنطق ده مفيش حقوق الإنسان إيه بقى اللي بنتكلم بيها وبنتشدق بيها أنا مش فاهم إيه اللي بحصل ده بس